هذا هو المطلوب منا ألا ننخدع أيها الإخوة بالألاعيب السياسية يوم القدس له مأرب سياسي ما لنا علاقة به ندافع عن القدس ها أنا أجدد القدس قدسنا نحن المسلمون هذا مكان شريف هذا مسرى نبينا صلى الله عليه وآله على بعض الروايات هذا مكان تعبدت به الأنبياء صلوات الله عليهم فندافع عنه ليس لدينا مانع من ذلك أما لن ندافع معه بحسب أجندة سياسية بترية رخيصة ما ندخل في مثل هذا المشروع والأولويات الآن تفرض علينا أن نهتم بالبقيع أولا هذا هو المطلوب مثل ما اهتممنا بسامراء مثلا سامراء لما إذا البعض امتابعنا من سنوات طويلة لما وقع الهجومان الغادران على حرم العسكريين عليهم السلام في سامراء المقدسة قلنا في تلك الخطابات أنه الآن الأولوية الأولى هي اللي سامراء حتى قبل البقيع قبل البقيع ليش؟ لأنه سامراء في بلاد ذات أكثرية شيعية والجريمة الآن قد وقعت للتو فلابد من تداركها بسرعة قبل أن يتقادم عليها الزمن فتضاف للتقويم الشيعي مجرد مناسبة للنوح واللطم والبكاء مثل ما صار قضية البقيع البقيع الآن شنو صار؟ شنو مناسبة ثمانية شوال؟ مجالس خجولة تعقد أضفنا مجلس عزاء إضافي بس لمناسباتنا الحزينة هذا كل اللي قدرنا عليه ليش؟ لتقادم الزمن كانت خشيتنا أنه سامراء تتحول إلى هذا ولذلك قلنا الأول سامراء هذا مو معنى أنه إحنا ما نقدس البقيع فكذلك الآن نفس الشيء لما نقول البقيع أولا مكة والمدينة أولا مو معنى أنه إحنا ما نقدس القدس إحنا نقدس القدس لكن الإعلام الخامنئي مريض فاجر في الخصومة يتلاقي أنا متأكد يقطعون هذا الكلام يقولون انظروا شوفوا 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 هؤلاء العملاء هؤلاء مع اليهود يقولون لا تشتركوا في يوم القدس لا تفعلون كذا دائما يأولون الكلام ما ينتبهون ما يراقبون الله عز وجل لا يخافون الله يأولون كلامنا أنا أجي أقول تهكما على كلام قاله علي جمعة وعلي الكوراني قالوا أنه الملكة أليزابيث من أهل البيت سيدة علوية أقول تهكما وأضحك أضحك أقول إيها ليامي كل من طلعوا من أهل البيت حتى الملكة أليزابيث طلعت من أهل البيت وهذا ترى ما حد يقدرين فيه أو كذا عرفت شون ونضحك احنا كلنا نضحك تهكما يقتطعون هذا من سياقة ويقولون انظروا شوفوا لافتات في إيران أنه شوفوا هذا ياسر الحايب نقطتين يقول ملكة أليزابيث من أهل البيت وتشنيع وفجور في الخصومة فجور كذب علي وأنا حي أرزق وكثير من الناس غنم ما يتبعون ما يروحون يشوفون المصدر ما يتابعون كل المحاضرة أو الكلمة أو الورقة البحثية يشوفون هذا كلام عرضي وكنا نضحك استهزاء إحنا نعتقد أن ملكة أليزابيث من أهل البيت أكو عاقل يقول هذا الكلام يعني شنو هذا الفجور في الخصومة هذا اللي احنا نواجهه إخواني نواجه فجارا في الخصومة من الأقربين من الأبعدين ممن هم داخل الوسط الشيعي خارج الوسط الشيعي سبحان الله الشيطان يكوك ويحرك ليل ونهار طلع لك أعداد لأنه ما يريدك تكمل الطريق بس ما يريد هذا الطريق يمشي الطريق الذي يتحسس الشيطان أنه هذا يمثل خطر عليه يدمر يدمر نعم متدمر شنو هذا أنا مشتغل 1400 سنة مشتغل حتى أدمر الإسلام وأقوي أبو بكر عمر وحركت حتى طائفة من الشيع اللي هم بالأصل ضد أبو بكر عمر خليتهم هم مع أبو بكر عمر ويحصنون أبا بكر عمر من مجرد النقد إذا واحد الآن يجهر بلعن أبو بكر عمر حتى في العتبات المقدسة يكمشو يأذوه صحيح أو لا نفسهم ذو لأمانة العتبة وما أمانة العتبة سرع الله في زوالهم جميعا إن شاء الله زين يقول الشيطان أنا هذا كله مشتغل باذا الجهود على مدى مئات الأعوام يطلعوا لي شوية ناس بالله عليك طالعين لي بلندن والعراق والخليج وما أدري وين مجمعين نفسهم ده يهدمون كل اللي أنا بنيته شي يصير بي يتدمر الشيطان